العباس رضي الله عنه قال لأبي سفيان النجاء النجاء سارع إلى قومك حتى لا تدخل عليكم عنوى أي بالحرب لا تدخل عليكم عنوى سارع إلى قومك فسارع أبو سفيان إلى رضي الله عنه أسلم إلى قومه وصاح بأعلى صوته وينادي على قومه لقد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بما لا قبل لكم به جاءكم بما لا قبل لكم به فوقف القوم يستمعون إليه وقد كان جاءهم الخبر لو تذكرنا في الحلقة السابقة من حكيم ابن حزام ومن بدايل ابن ورقاء وكانوا كما قلنا جمعوا القبائل المجاورة واستعدوا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم فأبو سفيان إذن يأتي بشيء مغاير لما اتفقوا أو استعدوا له هم يستعدون للحرب وأبو سفيان رضي الله عنه يدعو إلى الأمان وإلى عدم مواجهة جوش النبي عليه الصلاة والسلام بالحرب لأن قريشا لا قبل لها بجوش النبي صلى الله عليه وسلم